بعد يوم من ادخال الاحتلال الاسرائيلي لجثامين اكثر من ثمانية وثمانين شهيدا فلسطينيا بين اشداء ومتحللين في اكياس دون اي معلومات عنهم اضطرت وزارة الصحة الفلسطينية استلامهم وادفنهم اكراما للشهداء رغم ندائها للصليب الاحمر الدولي لمعرفة هويتهم الحين صار عندي فوق تمنمينة جثة مجهولة في المقابر الجماعية هذه رقم خمسة في المقبرة الشهداء اللي هي المقبرة التركية سابقا سمناها اسمها مقبرة الشهداء عقد معطيت دفن فيها حوالي سبعة تمن تلاف شهيد وابني واخوي عليهم ولاد عمي عليهم الشهداء دفنوا دون معرفة من هم وكيف استشهدوا من اين نبش الاحتلال قبورهم وماذا استأصل من احشائهم بعد ان تغيرت ملمحهم في محاولة من الاحتلال ان يغيب حقيقته الوحشية عن العالم باسره والتي مارسها ضد عائلات باكملها باطفالها ونسائها وشيوخها انا والله جاء اطلع على الجتة قلنا قد يفتحون نعرف ابننا فينا بشوف الشيء ما يعرفه ولا قراضين يفتحون نشوفه لان المحلة لا انا متواجد في هذا المكان كرمان ان انا اتفقد الشهداء الموددين هنا يعلى وعسى يطلع ابني من ضمنهم لا بتمنى من الله يقول لا اه ظن يطلع غلط الى اربع شهور فاقد ابني فيهم كان يدخلون بس انشوفوا وجوب الجميع هنا في حيرة من امره ويعيشون على امل الاحتمالات والتكهنات ان يكون احد من ابنائهم المفقودين من بينهم او الاسرى الذين اعتقلهم في الحرب واعدامهم الاحتلال ولا سبيل لمعرفة ذلك بعد ان رفض الاحتلال الافصاح عن اسمائهم وسيبقون ارقاما في مقبرة جماعية غيبهم الموت وماتت حقيقة ما جرى معهم وسام ابو زيد التلفزيون الجزائري فلسطين